والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء أيهاكم الله وبركة بكم الشيخ صالح الحقيقة نستهل هذا اللقاء ونقول هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية ولله الحمد قامت على خدمة الإسلام والمسلمين واهتمت بالحرمين الشريفين أنعم الله علينا بنعم كثيرة لا تحصى ولا تعد ورزقها ولله الحمد ولاة أمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العبد العزيز وولي عهده وولي ولي عهده لعلكم تستفتحون هذا اللقاء حول هذا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين لا شك أن هذه البلاد ليست كغيرها من البلاد الإسلامية فهي بلاد فيها الحرمان الشريفان الذين هما محط أنظار المسلمين يأتون إليهما ويشدون الرحال ويسافرون إليهما لعبادة الله فيهما في مسجد الحرام والمسجد النبوي المسجدان الذين تشد إليهم الرحال مع المسجد الثالث وهو المسجد الأقصى فأمن هذه البلاد أمن للمسلمين جميعا لأن المسلمين يأتون إلى الحرمين الشريفين ويحتاجون إلى توفر الأمن وتنظيم المصالح لهم مما يكفل لهم طيب الإقامة ويسر لهم سبيل العبادة في هذين المسجدين الشريفين فأمن هذه البلاد أمن للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها قد قيض الله لهما حكومة تقوم على مصالحهما تستقبل المسلمين تؤمن لهم ما يحتاجون إليه وقت إقامتهم فحكامها ولله الحمد حكاما للمسلمين بواسطة هذين الحرمين الشريفين ومن ثم يجب الدعاء لهم بالإعانة والتوفيق ويجب التعاون معهم على ما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين وأظم ذلك الدعاء لهم بالتمكين والتأييد والنصر والإعانة فهما حرمان شريفان يأتي إليهما المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها يحتاجون إلى القيام على مصالحهم واستقبالهم محافظة على أمنهم واستقرارهم وتوفير ما يحتاجون إليه مدة إقامتهم في هذين الحرمين الشريفين وهذا مما يرجى لولاة أمور المسلمين في هذه البلاد أن يمكن الله لهم وأن يعينهم وأن يسددهم لأجل أن يقوموا بهذا الواجب العظيم الواجب الذي يتفيأ ظلاله المسلمون مدة إقامتهم في هذين الحرمين الشريفين فأولاة هذه البلاد يحتاجون إلى الدعاء ويحتاجون إلى المناصرة والإعانة لما يقومون به من مصالح المسلمين ولما يقومون به من خدمة الحرمين الشريفين الشريفين الخدمة العظيمة بالتوسعة والنظافة وكل ما يتطلبه الحرمان الشريفان استقبال المسلمين فلا شك أن هذه البلاد أن هذه البلاد وحكامها أنهم أهل فضل على المسلمين بعد فضل الله سبحانه وتعالى نسأل الله لهم الإعانة والتوفيق والتسديد وأن يتقبل الله منهم ما يبذلونه في صالح الإسلام والمسلمين اللهم آمين ليتحقق فيهم قول الله جل وعلا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور قال سبحانه وتعالى في هذا الحرم الشريف ومن دخله كان آمن يعني أمنوه أمنوه وذلك بحمايته وتمكينه من أداء العبادة ومنع العدوان عليه هذه مسؤولية عظيمة ولهذا ترتفع كف المسلمين في الدعاء لولاة أمور هذه البلاد الحمد لله لأنهم يقومون على مصالح المسلمين عموماً ما داموا في هذه البلاد جزاكم الله خير يا شيخ جنودنا البواسل الذين يرابطون على الثغور ويحمون هذه الحدود ويقومون بجهود مباركة في خدمة هذا البلد وفي رد الأعداء وكيد الحاقدين ما فضل المرابطة في سبيل الله لهذه البلاد وما كلمة الشيخ صالح لجنودنا هناك كلمتنا لهم أننا ندعو لهم بالإعانة والتوفيق ونهنيهم أيضاً بهذه الميزة العظيمة وهي حفظ ثغور المسلمين من الأعداء والذين يريدون بهذه البلاد شراً وهذا من الرباط في سبيل الله رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها كما جاء في الحديث جاء أن المرابط في المرابط على بلاد المسلمين بحمايتها أنه إذا مات يجري عليه عمله إلى يوم القيامة وهذا فضل عظيم شرف كبير فعلى هؤلاء أن يحمدوا الله أن خصهم بهذه الميزة العظيمة وأن يعلموا أنهم في سبيل الله عز وجل لا داموا يحمون بلاد المسلمين من تسلل الأعداء ومن كيد الأعداء فهم مرابطون في سبيل الله وعملهم من أفضل الأعمال وقد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن رباط يوم خير من الدنيا وما فيها وأيضا إذا مات المرابط في رباطه يجري عليه عمله إلى يوم القيامة وأجره وثوابه نعم أخيرا الشيخ صالح من جهة الترابط ووحدة الصف واجتماع الكلمة هذه البلاد امتازت بهذه الخصال ولله الحمد المملكة العربية السعودية كيف الأثر من هذا الترابط ووحدة الصف واجتماع الكلمة هذا من فضل الله علينا وعلى الناس الحمد لله ولكن أكثر الناس لا يشكرون فهذا الترابط بين المسلمين في كل مكان ولسيما في هذه البلاد هذا من نعمة الله على الجميع والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فهذا من التعاون على البر والتقوى والله سبحانه وتعالى يقول وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَهُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ واجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يكونوا يداً واحدة فيما بينهم وفيما بينهم وبين ولاة أمورهم يكونون يداً واحدة متعاونين على البر والتقوى ومتعاونين على ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وعلى تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ الدعاء وأثره في حياة المسلم وهل الدعاء أوقات معينة يستجاب فيها نعم الدعاء وهو أعظم أنواع العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وأمر الله به ووعد بالإجابة فقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم فأمر بدعائه ووعد بالاستجابة والله جل وعلا لا يخلف وعده والمسلمون بحاجة إلى الدعاء دائماً وآبداً جماعة وأفراداً والدعاء هو الصلة بين العبد وبين ربه عز وجل بحاجة العبد بحاجة إلى الدعاء وله أوقات يستجاب فيها أكثر من غيرها الدعاء في السجود في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد والله جل وعلا قال وسجد واقترب اقترب من ربك سبحانه وتعالى في حال السجود وكذلك الدعاء في آخر الليل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى كما صح في الحديث وكذلك في يوم الجمعة فإن يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأدعى في كل وقت وفي كل حين ولكن هذه الأوقات لها مزية ورجاء أكثر للقبول نعم أحسن الله إليكم ورد سؤال فضيلة الشيخ من سائل يقول ما فضل سورة الفاتحة وما فضل تكرار هذه السورة على المريض وهل هذه السورة تكفي فقط عند صلاتنا بدون سورة أخرى بعدها هذه السورة سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي والقرآن العظيم فهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي سورة عظيمة وهي أم القرآن هي أم القرآن وهي ركن قراءتها ركن من أركان الصلاة فريضة أو نافلة لا بد من قراءتها في الصلاة فريضة أو نافلة وقراءة ما بعدها من القرآن هذا السنة ولكن قراءة الفاتحة هذا فريضة ركن لكل ركع لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي دعاء كلها دعاء دعاء أولها دعاء عبادة وآخرها دعاء مسألة فهي تشمل على الدعاء بنوعيه نعم في الآية الكريمة لا تحزن إن الله معنا ما المقصود في المعية هنا وهل للمعية أقسام هذه الآية نزلت في حالة كون النبي صلى الله عليه وسلم في كون النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر في غار ثور حينما اختفي فيه عن المشركين الذين يطلبونهم ليقضوا عليهم ويمنعهم من الهجرة واللحاق بأصحابهم في المدينة الله سبحانه وتعالى حما نبيه وصاحبه حينما جاء الكفار ووقفوا على هذا الغار فقال أبو بكر رضي الله عنه خائفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وأنزل الله جل وعلا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وهذه المعية معية نصر وتأييد وإعانة المعية على قسمين الله جل وعلا مع خلقه كلهم لكن هناك معية إحاطة والطلاع وهي المعية العامة وهناك معية مع المؤمنين خاصة وهي معية نصر وتأييد وتوفيق من الله سبحانه وتعالى وهي المرادة في هذه الآية لا تحزن إن الله معنا معية خاصة نعم يقول أرجو أن تلقوا الضوف على الآية الكريمة في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نعم أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يعتصموا أن يتمسكوا بحبل الله وهو القرآن وحبل الله يفسر أيضا بالإسلام ويفسر بالرسول صلى الله عليه وسلم والمراد بالاعتصام به التمسك به لأنه حبل الله المتين الذي من اعتصم به نجأ تصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فيه الحث على الاجتماع على التمسك بكتاب الله سبحانه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه النهي عن التفرق والاختلاف لما يؤدي إليه من الضعف ومن تسلط الأعداء إذا اجتمع المسلمون اعتصموا بحبل الله فلن يضرهم أحد بإذن الله نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ بالنسبة يقول للصلوات التي تركتها هل تقضى الصلوات الفائتة أم أن التوبة والاستمرار على أداء الصلوات في أوقاتها يكفي لا شك أنك إذا تركت الصلاة نسيانا أو نوما فإنك تقضيها قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك أما من نسيها متعمدا فظاهر فظاهر الحديث أنه لا يقضيها لكن عليه أن يتوب إلى الله ويدخل في الإسلام من جديد لأن من ترك الصلاة متعمدا كفر والعياذ بالله فعليه أن يتوب إلى الله ويؤدي الصلاة بعد توبته ويحافظ عليها وللعلماء خلاف هل يقضي ما تركه عمدا أولى على قولين نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا يقول إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعادها قبل أن ينتقض الوضوء فهل يجوز له المسح عليها إذا نزعها قبل بداية المسح عليها يعني توضى لبسها ثم نزعها قبل أن يحدث وينتقض وضوءه فإنه يمسح عليها وأما إذا لبسها إذا توضى ولبسها ثم انتقض وضوءه ثم نزعها بعد انتقاض الوضوء فإنه لا يمسح عليها لا يمسح عليها بناء على ما مضى وإنما يتوضى من جديد ويمسح ويغسر رجليه ثم يلبس ثم يمسح مستقبلا نعم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول عند الغبار بعض الناس وأئمة المساجد جمع المغرب والعشاء هل هناك شروط لجمع الصلوات في غير المطر ما ورد أنه يجمع لأجل الغبار إنما الذي ورد الجمع فيه ثلاث حالات إما في السفر وإما في المرض وإما في حالة المطر بين المغرب والعشاء أو حالة الدحل والطين الذي يكون في الطريق إلى المسجد هذه الأحوال يجمع الأحوال الثلاث أما الغبار ما ورد أنه يجمع من أجله نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لمبالغ مالية عند شخص وعن زكاة وهذا الشخص تأخر عليه في دفع هذه الأموال هل أقسم الزكاة من هذه الأموال عند صديقي الواجب أن تزكي ما لك الذي بيدك والذي هو دين في ذمم الناس إلا إذا كان هذا الدين على معسر أو على مماطل ولا تدري هل تحصل عليه أو لا فهذا لا تزكي حتى تقبضه وأما إذا كان الدين على على موسر وباذل ملي على إنسان ملي وباذل فإنه يجب عليك أن تزكيه كل ما مضى عليه حول ولو لم تقبضه ولو كان في ذمة المدين لأنك واثق من حصولك عليه إذا طلبته نعم أحسن الله إليكم يقول ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي الحديث القدسي ما كان لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى مثل الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إلى آخر الحديث ما كان لفظه ومعناه من الله هو الحديث القدسي وما كان معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا حديث نبوي نعم أحسن الله إليكم يقول الشيخ ما الذي ينبغي في المصافحة عندما أدخل مجلس كبير هل يبدأ بيمينه أم بيمين المجلس أم بالأكبر فالأصغر يبدأ بالأكبر ثم من على يمين الأكبر إلى أن يكمل نعم أحسن الله إليكم هذا سائل فضيلة الشيخ يقول بالنسبة لمن ترك إخراج الزكاة لعدة سنوات وتبين له الحق ورجع إلى التوبة هل يزكي لمرة واحدة أم لعدة سنوات تركها يجب عليها أن يزكي عن جميع السنوات لأنها واجبة في ذمته فيزكي عن جميع السنوات يحصيها ويزكي عنها نعم هذا سائل يقول شيخ بالنسبة لطالب العلم هل يأخذ العلم من الكمبيوتر والإنترنت أم من حلق المساجد والعلماء نعم هو الأخير العلم لا يأخذ إلا بالتلقي عن العلماء الثقات ولا يأخذ من المتعالمين ومن علماء الضلال ولا يأخذ من الأوراق أو من الكمبيوترات أو ما أشبه ذلك نعم هذا يستفاد منها يستعين بها الإنسان في طلب العلم لكن لا يعتمد عليها ويقتصر عليها ويظن أن هذا هو طلب العلم هذا خطر شديد يخرج الإنسان وهو يظن أنه عالم وليس بعالم لأن هذا العلم إنما يأخذ بالتلقي عن أهله جيلا بعد جيل نعم أخيرا نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول يمر علي وعلى أولادي شهور طويلة لا نمس لا نقرأ من المصحف فهل نكون آثمين بذلك الشيخ وتقرأون القرآن في الصلاة وتقرأون ما يمر على المسلم يوم الله قد قرأ فيه القرآن على الأقل في الصلوات وما زاد عن ذلك فهو خير ونعمة من الله سبحانه وتعالى يعني جود علاقتك في القرآن الكريم ولا تبتعد عنه وخذ حزبا منه كل يوم حتى تختمه لتكون علاقتك مع القرآن مستمرة يا أخي لا تغفل عن القرآن نعم شكر الله لكم الشيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية على ما بينتم وعلى ما طرحتم من كلمات مضيئة في هذا اللقاء الطيب المبارك شكرا للزملاء في مكتبة الشيخ محمد عبد العزيز الحامد ويزيد بن محمد الماضي أشكر زملائي معي هنا في استوديو الرياض ناصر القومي وبقية الفنيين من المخرجين ومساعديهم ولكم الشكر والتقدير على تفضلكم بمتابعة هذا اللقاء نلتقي على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة